دعونا نروح نعرف من زملتنا دينا نصبح عليها الأول ونعرف منها أسعار العملات والذهب وكبان نعرف لو هي بتحب الجنك فود رغم أن هي ممكن تبقى عارفة أضراره إيه صباح خير يا بصان صباح خير يا محمد صباح خير وسعادة واتفق لها كل مصيم في كل مكان بنسبة لكم الجنك فود بيندرك تحته الشاورمة والكفدة وسجوء ولا؟ أه 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 ألا إبقى بحب الجنك فود هي عايز تقارب بس التعريف تالجنك فود يعني في الفراث المقلية والبرجر سريعة لا طبعا كلنا بنحب الجنك فود بس طبعا مش بشكل يومي أكيد على فترات على كل ما بيبقى الواحد مزاجه مش حلو ممكن يغير جواب أنه بيأكل حاجة غير مألوفة غير معتادة عليها كل يوم في البيت بس أنت عارفة لو أعتدت أن أنت تأكل ده هيخلي مزاجك مش حلو أه لا معديتي تعبالة وقورونة تعبالة وكمان وكمان بعض الدكاترة بيقولوا أنه قد يصاب الشخص بالاكتئاب نتيجة تناول أكلاب بهذا الشكل فيها دهون وفيها سعرات حرارية ممكن كل حاجة بتسبب إلا الشوارمة برضو يمهم هنفضل نأكل أو نأكل هو فعلا يعني الجنك فود حاجة بتبقى لطيفة جدا بس هو العامل الأساسي البيت العامل الأساسي الأم هي اللي بتحدد إذا كان الولاد كل يوم هيكلوا ده ولا لأ ممكن عاملها مرة في الأسبوع علشان دايما الممنوع مرغوب يعني هو لو حسن هو ممنوع من الحاجات دي هيبقى نفسه فيها جدا وهيبقى مش مبسوط خالص لو هو مكلاش فما فيش مشكلة أنا أقنن ده مرة واحدة في الأسبوع وحافظ على داع على صحتهم بشكل كبير وإن أنا أكل معهم بقى وماكلش ده حاجة تانية يعني لكن ده دور الأسرة ودور الأم فعلا في البيت إنها هي اللي بتحافظ على صحة الأولاد آه الأكل الجنك فود غير صحي كلنا يعني بنقول أكيد أنه غير صحي لكن في بعض الأحيان ممكن نلجأ ليه أكيد أنه غير صحي